تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومثل جلالة الملك العمل الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلا الشباب ورياضة ينظم الاتحاد الملكي البحراني للفروسية وسبقات القدرة بالتعاون مع منظمة الجواد العربي النسخة السادسة من بطولة منظمة الجواد العربي لإنتاج المحلي وذلك في الفترة من الثامن عشر حتى العشرين من أبريل ألجاري على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري في نالي راشد الفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفا وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحراني للفروسية وسباقات القدرة عن اعتزازه الكبير برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد للنسخة السادسة من بطولة منظمة الجواد العربي لإنتاج المحلي مؤكدا سموه أن هذه الرعاية تعكس مدى حرص واهتمام سمو الشيخ ناصر بدعم أنشطة وفعالية الاتحاد المحافظة على رياضات الخيل باعتبارها جزءا من التراث والتاريخ العربي العريق وأشهد سموه بالدورة التي تطلع به منظمة الجواد العربي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للحفاظ على الخيل العربية كموروث شعبي وحضاري منوها سموه بالجهد المتميزة التي بذلتها المنظمة طوال السنوات الماضية والتي أثمرت عن نتائج إيجابية في تعزيز المكانة الكبيرة للخيل العربية في الأوساط العالمية وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله حرص الاتحاد الملكي البحراني للفروسية وسباقات القدرة على همية الحفاظ على الخيل العربية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من التراث الوطني والتراث العربي الأصيل ترجمة نانسي قنقر